هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة حول لمشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة وخلال اجتماع أكد مدبولي إدراك الحكومة لأبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال لافتاً إلى وجود الدولة أو جهود الدولة بمختلف أجهزتها المعنية للعمل على انهائها في أقرب وقت ممكن كما أشار مدبولي إلى توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على انهاء مشكلة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي مضيفاً أن الحكومة تسعى حالياً لوضع الآليات التي تضمن انهاء الأزمة ترجمة نانسي قنقر